يا طبعا على مدار الثلاث يام اللي فاتوا كنا معاكم لحظة بلحظة بنحاول نطمنكم على جهزية الفريق اللعيبة اللي ممكن تلحق بمباراة مازمبي اللعيبة اللي الحمد لله يعني كان فيه عمليات جراحية وامور صعبة جدا على مدار شهرين ثلاثة غياب الشناوي غياب امام عشور في منتصف مارس في الاجندة الدولية كان من فترة أليو ديانج عاقب العودة من كأس الأمم الافريقية ياسر إبراهيم في نهاية فبراير كان عنده مزقف العضلة الخلفية وصل لحوالي تسعة ملي أنا طبعا ما كناش بنقول التفاصيل دي لان الناس كانت يعني ايه مش عايزين نخوف الناس اللي غيابات هتاخد وقت طويل بس طبعا الجهاز الطب عارف الجهاز الفني عارف فالفترة دي كان فيه مطشط مهمة وكان فيه أحداث مهمة وكان فيه غيابات مؤثرة ولكن الحمد لله زي ما عارفين الأهل بمنحضر ودلوقتي كل اللعيبة دي الحمد لله رجعت برح في التدريب نقدر نقول الأهل كامل العدد شفنا الشناو في التدريبات الجامعية شفنا يعني موجود كمان أليو ديانج كان متواجد في التدريبات الجامعية فترة طويلة جدا أليو ديانج كان عمل عملية جراحية وعلى فكرة يمكن اللي تسبب في إصابة أليو ديانج أو تفاقم الإصابة في موضوع رجبة مشاركته في كاس الأمم بصوا على مشوار أليو ديانج مع منتخب مالي في كاس الأمم كان متواجد بشكل أساسي في المباراة الأولى المباراة الثانية خاد جزء التالتة والرابعة خرج برا لسكور فلما رجع للنادي الاهلي كانت فيه مضعفات نتيجة المشاركة في كاس الأمم الغيابات دي كلها كانت غيابات مؤسرة الكاس الأمم الإفريقية حرم الأهلي من 3-4 لعيبة مؤسرة حرم الأهلي من 3-4 لعيبة مؤسرة مش شرط في البطولة لكن بعد البطولة كانت فيه مضعفات نتيجة إصابات حصلت أثناء البطولة المطش في حد ذاته هيبقى مطش صعب جدا ومحتاج تركيز شديد جدا المعسكر من بكرة مش من النهاردة يعني النهاردة الفريق يتمرن تمرين عادي بكرة هيبقى فيه تدريب رئيسي في ملعب بختار التيتش وبعدها على طول الفريق يخش المعسكر حاولنا نسأل من إمباري حل ممكن يبقى فيه معسكر قبلها 48 ساعة كولر ما بيغيرش سياسته يعني ليست الراتيجية كده معينة سواء في الرحلات الخارجية أو حتى في الدخول في معسكرات معسكر ليلة المباراة الصفر قبل أي مباراة بـ 48 ساعة وهو بيراعي ده ليه مش وجهة نظره فنية بس لا هو معاه الطبيب نفسي بيشتغل على الأمور الفيسيولوجية مع اللعيبة مطشات كتيرة وسفريات كتيرة انت دلوقتي وانت لسه ما لعبتش الدوري التاني في الدوري وانت لسه في وسط المسلم لعب مش أقل من 30 مباراة 30 مباراة انت أكتر فريق لعب في مصر مباراة رغم أن أقل فريق في مصر لعب دوري بس أكتر مشاركة وأكتر يعني استحقاقات الأهلي كان مقبل عليها في الفترات الأخيرة وبالتالي أكتر في الليلة المباراة فكان صعب جدا الفريق سفر في سفريات أكتر من يومين ثلاثة يخش معسكر في مباراة حاسمة زي الزمالك في الدوري أو مازينبي مثلا أبلها بيومين ثلاثة كان صعب برضو اللعيبة مش ألات اللعيبة بشر عندهم أسر عندهم أولاد الجانب الاجتماع والنفسي مهم جدا عشان التحضير للجانب الفن فعشان كده كولر ما بيغيرش في سياساته ولا في استراتيجياته دايما ماشي بنفس السياق نتمنى يا رب النتائج تساعده على كده لأن احنا عارفين دايما ممكن بتشتغل وبتحط خطة عمل بيتيجي نتيجة مباراة البيت بتقلب الدنيا عليك ما انت برضو النادي الأهلي بنكسب على طول الحمد لله وأي تعادل أو خسارة فيه ناس بتبقى قاعدة متربصة بتحب تسخن الجمهور عليك شفنا ماتش الزمالك سكريبت طلع من الدرج بعشرين تلاتين خبر مرة واحد اتعادلت مع مازمبي خب يا نجم الاسكريبت وشيل الأخبار دلوقتي لما نشوف ماتش الاياب ايه هي ماشى كده فانت مطالب دايما تكسب عشان الضغوط دي عموما المهم في الفترة اللي جاية ربنا هيكرمنا في ماتش مازمبي عشان نوصل فينال لأن تقول كل ما انت بتكسب وبتحقق وبتوصل فينال كل ما الاسكريبت هيفضل في الدرج وكل ما الاخبار الكتيرة السلبية اللي بتطلع مرة واحدة مش هيبقى لها معنى ارغم ان انا قلتها قبل كده اللي عنده خبر متأكد من صحته وعنده ما يثبت على ده هيفضل يقوله يوم واتين وثلاثة ويثبت ده بالأدلة لأن الخبر مالوش علاقة بالنتيجة وحق المشاهد عليك لما بيكون عندك خبر صحيح وحقيقي وسليم انك تقوله للمشاهد في وقتها مش تفضل حطه في الدرج لتوقيت معين يعني الامور المهنية للأسف لكن الحمد لله عشان خاطر جمهور الاهلي النتائج بتبقى في صالح الاهلي في الفترات الاخيرة وبتلعب سيمي فاينل للعام الخمس على التوالي ارقام قياسية في البطولة الافريقية حدس ولا حرج كل الناس بتتكلم عليك رايح كاسعالم عشرين خمسة وعشرين كل النتائج الإجابية في رئة الكورة شفناها في خلال السنوات الاخيرة الحمد لله يعني بشكل ايجابي فاينل عشرين 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 واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين وهو كمان داخلين أربعة وعشرين خدوا بالكم لما اتكلمت الحالات اللي فاتت على تأهل فرق الجماعية والألعاب الجماعية في الاهلي الكورة والسلة والطايرة واليد في العام الماضي بتتقرر هي كمان في العام الحالي اليد حجز مكان الطايرة بالأمس حجز مكان الكورة حجز مكان في عشرين خمسة وعشرين ولكن البطولة دي هتبقى في 20-24 لسه لها نظام مختلف طبعا بإذن الله نكسالها الأول إن شاء الله وهنستنى قرعة هل هنأتي تعمل قرعة مع بطل آسيا ونلعب مع بطل أوكيانوسيا ولا بطل آسيا هو لا يلعب مع بطل أوكيانوسيا يعني ممكن تبقى يعني الجولة الأولى ما تلعبش حسب القرعة وتستنى الفائز من بطل آسيا مع بطل أوكيانوسيا أوكلاند سيتي مثلا اللي بيجي كل مرة من قارة أوكيانوسيا أو أستراليا ماشي فدلها هيلعب مع بطل آسيا وتنتظر وتلعب مع الفائز ثم بعد ذلك تروح تلعب في دولة هي لتصديف البطولة مباراتين سيمي فاينال وفاينال يقيم مع بطل كوبا أمريكا الكوبا لبرتادورس في أمريكا الجنوبية أو تلعب الفاينال مع بطل أوروبا النظام الكسل عالم في 20-24 للكرة تحدثنا تغير خلاص ما فيش بقى سبع عندها يروحوا ودور أول ودور تمهيدي ثم بعد ذلك مباراتين سيمي فاينال النظام اختلف في 20-24 فبإذن الله ان شاء الله لسه الأرقام يعني الفتر اللي جاه يكون فيها حاجات